ويشكو أبناء المناطق المحررة من ثلاثية التوظيف السياسي لمعاناتهم بالجانبين السلبي والإيجابي بردود الأفعال السياسية المتقاطعة وأيضا تهمة الإرهاب المتنقلة حسب الاجتهادات وغياب الجديد في رفع السرية عن ملف المعتقلين والمغيابين رغم أن الجميع متضرر من هذا الملف لخصوصية التداخل العشائري والطائفي في جميع المحافظات المحررة وتدعو الأسر الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء لحسب هذا الملف من خلال إجراءات عملية تدين المتهم وتعيد الحرية للبريء حيث الغالبية العثم من المعتقلين أو المغيابين قاتلوا الدواعش في المواجهة الحاسمة قبل دخول الطائفية على خط الشحن المجتمعي بضغوط مع عدد سرية ويرفض ذو المعتقلين التوظيف السياسي لمعاناتهم مستشهدين بمواقف مرجعية النجف الرافضة للعنف الطائفي نتيجة اختلاط الدم العراقي في مقتلة الإرهاب موضحين أن الإرادة السياسية بمقدورها إنهاء معاناتهم بتشسير الثقة بين الجميع وإنهاء الآثار المترتبة على الإرهاب والنزوح اقتصاديا واجتماعيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر